هناك مشكله منتشرا جداً بمفصل الفك وللاسف هؤلاء مشكله دي خارج الدكتور تاني أغير دكتور الأسنان او غير استشارك راجعة الرجوع الفك مفصل الفك يعبر عن مفصل موجود في المنطقة دي التقاه أضمطين الفك اليه تحت والفك الي بتحرك و الفك اليه فوق والفك الثابت فده الالتقاه بتاعها أضمطين لما اجاكل لازم مفصل لفاك يتحرك لو انا مفصل لفاك يتحرك مش عارف ما يأكل ولا عارف افتح بوقي فعشان كده بدأت تظهر في الفترة الاخيرة مشاكل ايه بقى المشاكل دي الناس اللي بتاكل لبان كتير الناس اللي بتجزع الاسنانه من غير ما تاخد بالها الناس اللي under stress تقدل تجزع اسنانها وتتحصب كده دايما بيسمع واجع بيجي في هدنها فها تروح بالغلط دكتور الامفلوزن ليه بتروح دكتور الامفلوزن لان المنطقة دي بتنمي جنب الودن فبينمي بقى مقصول عانه على العصب اللي بيبانج الودن فبيسمع فين في الفك فيسمع الصده ده يسمع صدق بقى طرقعة واجع كلام ده كله اخر طول يخليه روحه دكتور الامفلوزن فدكتور الامفلوزن يكشف على اودانه يكتشف انه مفاش حاجه والمشكلة جاملين من مفصل فك فسرعت برضه التعامل مع الحاله من خلال علاج ومن خلال بعض المعلومة النصائح اللي بنقولها زي اتكملات بقى نفتحش بقى نفتحة كبيرة كل ده بيهمن على شكل كتيره ممكن تؤدي لجراحه في مفصل الفك وزاعتها بتبقى مشكلة لان الجراحات اللي في المفاصل اعدادها ما بتبقش نكحه بنسبه 100% اشتركوا في القناة